موسيقى استعدت قوات الجيش الوطني والمقاومة بدعم من طيران التحالف العربي سيطرة على جبل المركوز الاستراتيجي في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء بعد يوم واحد من سقوطه بيد الميليشيات الحوثية وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش والمقاومة احكمت السيطرة مجددا على جبل المركوزة بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثية الايرانية الانقلابية وقد وصل رجال الجيش والمقاومة الى موقع الشبكة على جبل المركوزة وسط هروب جماعي للميليشيات ومطاردتها الى جهة منطقة امصرير بعد تكبدها خسائر فادحة في الارواح والعتاد استكملت قوات الجيش الوطني وبدعم من التحالف العربي تحرير عزلة الهامل ودحر ميليشيات الحوثية الانقلابية وذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة ان الجيش تمكن من تأمين العزلة بعد تحرير سوق النجيبة وقرية المقاصع والعديد من القرى التابعة لعزلة الجمعة شمال وشرق مدينة المخى واشار الى ان الجيش الوطني يتقدم صوب مناطق السبلة والمحجر القريبتين من مديرية حيس المطلة على الخط الرابط بين تعز والحديدة لقي قيادي في ميليشيات الحوثية الايرانية مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني شمالي مدينة تعز وقال مصدر عسكري ان القيادي الحوثي المدعو علي محمد القبيسي الملقب ابو حيدر لقي مسرعه بنيران الجيش الوطني بمنطقة عصيفرة شمال المدينة واشار المصدر الى ان القيادي القبيسي هو احد ابناء محافظة ذمار اكدت مصادر عسكرية بالجيش الوطني ان قوات الجيش وصلت الى مشارف مركز مديرية رازح شمال غرب المحافظة بعد السيطرة على مواقع عسكرية جديدة ومقتل وجرح عشرات الحوثيين ووضحت المصادر ان الجيش سيطر على عدة مواقع تشرف على مركز المديرية ومنها جبل الازهور وشعيب مؤكدة مقتل وجرح قرابة سبعين حوثيا بينهم قيادات ميدانية رفيعة خلال معارك الاربع والعشرين الساعة الماضية فيما لاذا الاخرون بالفرار فشلت ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء من اطلاق صاروخ باليستي نحو مدينة مأرب وقالت مصادر محلية شرق صنعاء ان صاروخا باليستيا سقط على احد المنازل قرب مطار صنعاء الدولي بعد ان فشلوا في اطلاقه نحو مدينة مأرب واضافت المصادر ان الميليشيات اطلقت للصاروخ من مقر قاعدة الديلم الجوية لكنه سقط مباشرة فور اطلاقه وفشلت الميليشيات الحوثية قبل اسبوعين من اطلاق صاروخ شمال صنعاء وسقط في احدى الاراضي الزراعية غرب منطقة جدر لا تزال ظاهرة اختطاف واخفاء النساء التي تحدت بها الميليشيات الحوثية اعراف وتقاليد المجتمع اليمني متواصلة وعبر الذراع الذي اسست الميليشيات وهو كتيبة زينبيات نسائية تتواصل حملات الاعتقال التي تطال الناشطات من الفتيات وحتى المسنات التي تعالت اصواتهن رفضا للانقلاب وممارسات ميليشيات الحوثي في صنعاء وغيرها من المدن حيث طالت عمليات الخطف سيدتين اخرين اقتدتا من منزليهما في حي شمال السنين في صنعاء كما اختطفت سيدة في الخمسينيات من العمر في منطقة شملان شمال غربي صنعاء وتعرضت لعملية تعذيب وحشية اثناء فترة اعتقالها التي امتدت ثلاثة ايام بحجة انتقادها لسياسات الميليشيات في حديث مع نساء الحي قبل ان يطلق سراحها اثر تدهور صحتها وفقا لمقربين منها افشل الطائرات التحالف العربي محاولة للميليشيات الحوثية الانقلابية الايرانية اطلق مقذوفات صاروخية من الحدود اليمنية على مدينة نجران جنوب المملكة وذكرت المصادر العسكرية ان طائرات التحالف العربي شنت ثلاثة غارات جوية على مناطق حدودية في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة وقالت المصادر ان الغارات استهدفت مجامعة من مسلحي الميليشيات كانوا يحاولون نصب منصات صواريخ واطلاقها باتجاه مدينة نجران المحاذية لمديرية كتاف واضحت المصادر ان الغارات اسفرت عن مقتل وجرح خمسة وعشرين من عناصر الميليشيات وتدمير منصات اطلاق الصواريخ ومقذوفات وعربتين عسكريتين اشتركوا في القناة